على رغم من إرسال الولايات المتحدة ثلاثة آلاف جندي من قواتها إلى بولندا قبيل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فأن واشنطن لم تسلم من انتقادات غربية بسبب عدم انخراطها أكثر في العملية العسكرية البنتاجون أعلن عن إرسال خمسمائة عسكري إضافي إلى أوروبا الشرقية بهدف تعزيز أمن حلف شمال الأطلسي وذلك بأمر من وزير الدفاع لويد أوستون وعلى الرغم من قول البنتاجون أن القوات الإضافية ستكون مكلفة بتعزيز الردع والقدورات الدفاعية للحلف الأطلسي في جناحه الشرقي فأن علامة استفهام تطرح حول دور هذه القوات الأمريكية في البيت الأبيض أعلن صراحة عدم تدخل جيشه في القتال في أوكرانيا مكتفيا بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل على توفير المساعدات الدفاعية لأوكرانيا وأنه تم تقديم أكثر من مليار دولار حتى الآن مواقف بايدن إزاء الحرب الأوكرانية روسيا ليست مفاجئة فسياسته الخارجية منذ تسلمه السلطة تنبئ عن ذلك من الانسحاب من العراق وإعلان إنهاء أطول عملية قتالية عسكرية إلى أعلان سحب القوات الأمريكية من أفغانستان محاولة بايدن تحيد قواته عن أوكرانيا يعود إلى سياسة عدم التدخل العسكري التي يعتنقها منذ تبوؤه سدة رئاسة وهي تختلف كثيرا عن تلك التي كان يعتمدها حينما كان في الظل لم تعلن الولايات المتحدة عن مكان إرسال القوة الخمسمائة الإضافية وما إذا كانت ستنضم إلى من سبقوها وتمركز في بولندا بل اكتفت بالقول إنها متوجهة إلى شرقي أوروبا لكن المعلن هو ما قاله الرئيس الأمريكي عن أن كل القوات المرسلة إلى أوروبا غير مفوضة للانتشار في أوكرانيا ولا للانخراط في النزاع الدائر في البلد واصفا لانتشار العسكري بأنه وقائي لدول النيتو وعليه يحمل إرسال القوات الأمريكية أسئلة عدة عن هدفه الحقيقي ودوره خصوصا بعد تلميح واشنطن إلى صعوبة نقل الأسلحة إلى أوكرانيا في الأيام القليلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر